أهمية أن نحن نؤكد على يوم التضامن مع فلسطين يعني هو طبعا منذ أن تم اعتماد الجمعية العامة لأم المتحدة أن تعتمد يوم 29 نوفمبر من كل عام وهو يوم صدور قرار التقسيم 181 سنة 47 كان هو من أنواع التكفير عن الزم تجاه الشعب الفلسطيني وهذا الأعتراف من الجمعية العامة لأم المتحدة فإنه يكون يوم تضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني منذ سبعينيات القرن الماضية وأصبحها يوما عالميا لتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف فهي تقام كثير من الفعاليات سواء من أنصار السلام وأنصار القضية الفلسطينية من كل شرفاء العالم وأحرار العالم أو من أبناء الشعب الفلسطيني أو من كافة الدول العربية ومنها مصر وكافة الدول العربية يعني الفعاليات تتطور واليوم هذا الاحياء اليوم 29 نوفمبر من كل عام يوم التضامن بيتقدم وتزداد مساحة التضامن رغم تغير الخريطة الدولية يعني لدينا برلمانات أوروبا يعني اتخذت قرارات قراراتها غير ملزمة لحكوماتها حقيقة يعني في التركيبة لكن اتخذت قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لما نجد ان احنا منذ عام 2012 وان بعد حصول فلسطين على العضوية الغير كاملة بصفة مراقب ورفع العلم الفلسطيني ضمن أعلام الأمم المتحدة هناك تطورات كثيرة ونقدر نقول أخرها التصويت على إحالة الموضوع إلى محكمة العدل الدولية للاستشارة في مسألة قصة الاحتلال وإيه التصنيف حالة الشعب الفلسطيني يوم التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني لازم نحيي كل إنسان شريف وكل قوة شريفة في العالم تتضامن مع الحق الشعب الفلسطيني وتناصره ولذلك أذكر لي ما خلف هذه التي فضلت أن تستقيل من موقعها الأممي في سبيل أن لا تتراجع عن موقفها الذي أثبتته الأحدث